نجح قسم تحرية العمل في بنغازي في القبض على تشكيل عصبي مكون من ثلاثة إخوة تخصص في خطف العملة الوافدة والمطالبة بفديتين وقابل إطلاق صراحهم بدأت القصة عندما تلقى القسم شكاوى من عملة بنغالية تفيد بخطف شخصي من الجنسية نفسها حيث اتصل الخاتف طالبا فديتا قدرها عاشرة ألاف دينار ليبي وعلى الفور أصدر رئيس القسم تعليماته ببدء تحقيقات للقبض على الجنات حيث خرج فريق من المحققين برفقة أحد العمال لاستدراج أحد الخطفين وتسليمه المبلغ المطلوب ليحاول مقاومة رجال تحرية بشدة لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه في منطقة الصابرية وبالاستدلال معه تبين أنه ليبيو الجنسية من موالد 1994 1994 واعترف بامتلاكه مزرعة في منطقة ديخيفة حيث كان يحتجز العمال المخطفين المحققون انتقلوا إلى المزرعة وقبضوا على شخصين آخرين كما عثروا على غرفة كبيرة تحتوي على أفريشة نوم وكميات من الخضروات التحقيقات كشفتنا المضبوطين هما الشقيقاء الخاطف وقد اعترف بأنهما أطلق سراح المحتجزين بعد القبض على شقيقهما ومن خلال التعميم اتضح أن أحدهم مطلوب لدى القضاء حيث صدرت حقه حكم ليبي بسجن لمدة ثلاث سنوات وعليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وحي الموقفون إلى نيابة العامة